مرة أخرى يطفو إلى السطح الجدل بشأن السن القانوني للزواج في المغرب الذي نصت مدونة الأسرة على تحديده في ثمانية عشر عاما الفريق الشراكي المعارض في مجلس المستشارين وهو الغرفة الثانية في البرلمان طرح مقترح قانون يمنع أي استثناءات تتيح للقضاء السماح بحالات زواج للقصر دون سن ستة عشر عاما وهو ما حصل على دعم حزب العدالة والتنمية واحزاب أخرى لكن فريق التقدم ورش شراكية واحزاب أخرى أيضا وهي حليفة للعدالة وتنمية في الأغلبية رفض المقترح بذريعة أن ذلك قد يفسح المجال أمام تخفيض محتمل للسن القانوني للزواج يذكر أن مدونة الأسرة وإن حددت في مدتها رقم تسعة عشر السن القانوني للزواج في ثمانية عشر عاما فإنها سمحت في المدى عشرين ببعض الاستثناءات إذن معنا من الرباط كما قلنا عن البرمانيا عن حزب العدالة والتنمية سيدة أمينة ماء العينين مساء الخير سيدة أمينة هناك جدل بالتأكيد في المغرب بشأن السن القانونية للزواج بالنسبة للقصر لكن يبدو أن هناك غموضا بشأن النقاط الخلافية في هذا الموضوع وأيضا مواقف الأطراف السياسية المشاركة في هذا الجدل حبد لو وضحت لنا الصورة شيئا ما بخصوص هذا الجدل الآن في المغرب أولا شكرا على إطارة هذا النقاش وأعتقد أن الإطار الذي طرح فيه النقاش من طرفكم هو الإطار العادي والطبيعي لأن ما واكب هذا النقاش في المغرب أعتقد أن طبعته بعض المفارقة لأن في اعتقادي من مسؤولية التمثيلية هي تمثيلية أخلاقية أولا ولذلك يجب أن نعكس في النقاش العمومي حقيقة المسألة كيف هي مطروحة والسؤال كما طرحتموه يوضح بجلاء أن هذا المقترح بخصوص تعديل مادة عشرين من مدونة الأسرة المغربية التي تم اعتمادها سنة 2004 هو أصلا مقترح للمعارضة البرلمانية في مجلس المستشارين وهو الغرفة الثانية من البرلمان المغربي هذه المعارضة الاشتراكية التي اقترحت هذا القانون ثم حظي بالإجماع داخل مجلس المستشارين وبموافقة ودعم الحكومة عبر وزيرها في العد والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بالنظر إلى المصلحة التي يمكن أن يقدمها هذا التعديل لكن بعد أن أحيل علينا هذا المقترح القانون بعد المصادقة عليه في الغرفة الثانية نحن كفريق العدالة والتنمية وهي مناسبة على أن يتحال لنوضح الصياق الحقيقي للنقاش فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وافق على مقترح هو أساسا للمعارضة أحيل عليه بعد المصادقة عليه بالإجماع هذا المقترح بالنسبة لنا هو شكل متدرج ليحاصر ظاهرة لا تزال موجودة في المغرب تسمى في المغرب الآن بزواج القاصرات ولكنها في النهاية ظاهرة اجتماعية المادة 19 من مدونة الأسرة تحسم في كون سن الأهلية للزواج سواء بالنسبة للفتاة أو الفتاة هو 18 سنة لكن المادة 20 هي التي تقول بأنه يؤذن للقاضي يعني القاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يمنح استثناء لتزويج الفتاة أو الفتاة دون سن 18 سنة بمقرر معلل يعني يوضح فيه المصلحة والأسباب التي دعت إلى السماح بهذا الزواج عن طريق إجراء خبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي سيدة أمنا قبل أن نسترسل في مسألة مدونة الأسرة والمادة 19 والمادة 20 منها كان هناك نوع من الأخبار راجت في المغرب بأن الإسلاميين بالتحديد حزب العدالة والتنمية في البرلمان هو من كان وراء طرح مقترح قانون يدعو إلى تخفيض صن الزواج أنت تشرحين لنا الآن بأن هذا الخبار غير دقيق وبأنه لا أسس لهذا الكلام الذي راجع في المغرب صحيح هذا الكلام؟ أنا بالتأكيد قلت أن السياق الذي طرح فيها النقاش معكم الآن هو السياق العادي والطبيعي هذا هو الإطار الحقيقي يعني خلق نوع من الجدل لأنه للأسف الشديد تم تصوير النقاش الدائر بخصوص هذه القضية على عكس حقيقته أنا قلت أنه ليس مقترح للعدالة والتنمية بقدر ما هو مقترح أساسا للمعارضة في الغرفة التانية لماذا وقع ذلك الخب؟ لماذا راجت هذه الأخبار بأن الإسلاميين كانوا وراء هذا المقترح؟ والله لا أدري هي الجهات التي صربت إلى النقاش العمومي هذه القضية بطريقة مغلوطة أنا أعتقد أنها تخدم مصالح سياسية معينة عن طريق أن تصور أن هناك تقاطبات وأن هناك تقاطب لصف حداتي يعني يدافع عن رفع سن الزواج والإبقاء عليه في 18 سنة وصف يراد أن يصور على أنه يعني يلتف على المكتسبات الحداتية ويريد أن يعيد المغرب إلى تشريع سن الزوج أقل من 18 سنة أنا أريد أن أقول لك أن اعتماد مدونة الأسرة بالإجماع في المغرب سنة 2004 يعني كان فيها النص واضحا باعتبار أن سن الأهلية للزواج سواء عند الفتاة أو الفتاة هو 18 سنة ثم أريد أن أقول لك الاستثناء الذي يمنح للقضاة في إطار اجتهاد القضاء في المادة 20 هو يواكب ضواهر اجتماعية عندها خلفية تقافية أساسا في المغرب ولذلك أنا أريد أن أوضح أن حزب العدالة والتنمية اليوم وفارقه النيابي غير معني باستدعاء هذا النقاش في سياق تنازع أو تقاطب إديولوجي أو فكري أو سياسي الموضوع ليس له علاقة بهذا الطابع نحن نحتاج في هذه القضية بالذات ونحن نشرع في مجال خاص بالنسبة للمغاربة فيه إكرهات اجتماعية فيه إكرهات لديها امتدادات تقافية وفكرية يجب أن يكون نقاش هادئ نقاش لا نسجل فيه النقاط على بعضنا البعض نحن عندنا إشكال للعدم توتيق عقود الزواج في المغرب المادة 16 من مدونة الأسرة تشير إلى أن الوسيلة الوحيدة لإتباة الزواج في المغرب هو عقد الزواج يعني الموتق قانونا ولكنها تقول أيضا أنه إذا ما حدثت يعني ظروف طارئة منع التوتيق الزواج فإنه يمكن يعني عن طريق سماع دعوة زوجية بالنسبة للقاضي بعد أن يتتبت من الأسباب التي دعت إلى عدم التوتيق أن يسمح بهذا التوتيق خاصة إذا ما نتج عن هذا الزواج أطفال أو حمل يعني ثم أعطت مدونة الأسرة فترة خمس سنوات تم تجديدها في البرلمان إلى عشر سنوات ونحن اليوم أمام إشكالية حقيقية بعد انقضاء هذا الأجل أن ظاهرة زواج الفتيات أقل من 18 سنة والفتيات القاصرات يعني بما يسمى في المغرب زواج الفاتحة يعني زواج يعتبر شرعيا زواج غير موثق رسميا غير موثق رسميا ينتج عنه أطفال وهؤلاء الأطفال يحرمون من مجموعة من الحقوق لأن عدم توتيق الزواج يعني يحرم الأطفال من امتلاك هوية قانونية يعني خاصة بالنسبة لتسجيلهم ثم لتمدروسهم ثم لحياتهم العادية الطبيعية سيدة أمينة يبدو فعليا أن مسألة السنة القانونية للزواج يعني تشكل إشكالية في المغرب ولم يتم حتى اللحظة حزم هذه المسألة اجتماعيا وسياسيا هناك نقطة ربما في غاية الأهمية حينما تم إقرار مدونة الأسرة في عام 2004 عدد حالة الزواج للقصر يعني منهم دون سنة 18 عاما سجلت بتسعة عشر حالة تسعة عشر ألف حالة أو ربما أقل من عشرين ألف حالة الآن في سنة 2011 عدد حالة الزواج للقصر كانت قرابة الأربعين ألف ما هو التفسير لهذه الظاهرة ظاهرة ارتفاع عدد الزيجات للقصر مع أن القانون تم تطبيقه مدونة الأسرة أنا أريد أن أشير إلى أنه حتى في التجارب المقارنة حتى بالنسبة للدول الأوروبية التي ليست لديها إقراءات اجتماعية والتقافية التي حاصلة في المغرب هي لا تحدد سن زواج في 18 سنة لدينا ديمقراطية متقدمة علينا تحدد سن زواج في 15 سنة ستة عشر سبعة عشر هذا مرتبط بوضعية اجتماعية معينة في المغرب ولذلك قلت سابقا أن التشريع في هذه المجالات الخاصة المتعلقة بتقافة المغاربة يجب أن يؤخذ بشكل متدرج وبشكل هادئ لنجد حلولا لإشكالات واقعية تحاصرون جميعا ألا يفترض أن يتم العمل على التوعية الاجتماعية للمواطنين المغاربة خصوصا في المناطق النائية والقرى أكثر من فرض التشريعات والقوانين في هذا المجال نحن وافقنا أولا على هذا المقترح المعارضة لأننا اعتبرنا أنه انتقال تدريجي لأن الواقع اليوم ما هو إما أن نوافق على هذا المقترح الذي يحدد الاستثناء الذي يمنح للقاضي ويحصره في 16 سنة أو أننا نبقي على المادة عشرين كما هي يعني أن هذا الاستثناء يبقى مفتوحا دون حد أدنى للزواج نعم نحن نحتاج إلى توعية اجتماعية كبيرة حتى أن وزارة العدل والحريات قامت بحملة موسعة أشركت فيها جمعيات المجتمع المدني قامت بوصلات يعني متلفزة تدعو إلى توتيق عقد الزواج قبل انقضاء الأجن ولكن أيضا لأن هذه الزيجات المعنية بهذا الأمر هي دائما بين 16 سنة و18 سنة يعني تتركت الأساسي في 16 سنة و17 بعيدا عن الجدل السياسي داخل البرلمان هناك فعلا في المجتمع المغربي من يطالب فعليا بتخفيض السن القانوني للزواج إلى ما هو دون الثامنة عشر صحيح هذا الكلام؟ والله هذا النقاش قد لا يكون مطروحا الآن في المغرب لأنه ببساطة مدونة الأسرة التي اعتمدت بالإجماع داخل البرلمان المغربي يعني بإجماع كافة المكونات حددت سن الزواج في 18 سنة وتعرفون أن اعتماد مدونة الأسرة جاء بعد نقاش اجتماعي يعني وصل هذا النقاش إلى درجة من الاحتقان والتقاطب أدى إلى نزول الناس إلى الشارع في مسيرتين منفصيلتين ثم جاءت مدونة الأسرة بعد تحكيم ملكي ثم نقشت في البرلمان واعتمدت بالإجماع اليوم النقاش محسوم بشكل نهائي في المغرب يعني وبإجماع كافة المكونات على أن سن الزواج هو 18 سنة لكن مع ذلك بقي هذا الاستثناء وهذا الاجتهاد القضاء مفتوحا مراعاة للواقع الاجتماعي وزير العدل والحريات أشار إلى أنه أجرى حوار موسع مع عقوضات المغرب في مختلف المناطق ثم اختلفوا لأن هذه إشكال اجتماعي حقيقي شكرا جزيلا لك سيدة آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدل والتنمية في البرلمان المغربي شكرا جزيلا لك كانت معنا من الرباط إذن يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلاتكم وإستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك